ضربة جديدة تلقتها العلاقات الديبلوماسية بين مصر وإسرائيل جراء الأحداث التي وقعت أمام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة وأعلنت على أثرها السلطات حالة الاستنفار الأحداث بدأت عندما تجمع آلاف المتظاهرين يوم الجمعة حول مقر السفارة الإسرائيلية في الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل وحاولوا اقتحام المبنى المكون من عشرين طابقا المتظاهرون هدموا بالقطبان والمطارق الحديدية الجدار الإسمنتية المقامة حول السفارة على ارتفاع مترين ونصف المتر بنته السلطات المصرية أمام السفارة في أغسطس الماضي في أعقاب مقتل خمسة جنود مصريين برصاص الأمن الإسرائيلي على الحدود بين البلدين وفي ظل تصعيد عملية اقتحام المبنى أرسلت القيادة الأمنية المصرية تعزيزات عسكرية مشددة إلى المنطقة تضم عشرات الآليات والمدرعات ومئات الجنود ولتفريق المتظاهرين قام رجال الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والعيارات النارية لتتحول الأحداث فيما بعد إلى اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن جرح أكثر من ألف شخص وحرق سيارات تابعة للشرطة في هذه الأثناء حرر الأمن المصري ستة إسرائيليين حصرهم المتظاهرون داخل السفارة وتم على الفور تأمين عودتهم إلى تل أبيب برفقة السفير الإسرائيلي وتاقمه وتضاربت الأقوال بشأن دخول بعض المحتجين إلى مستودع تابعا للسفارة وحصولهم على وثائق متنوعة حيث نفت مصادر إسرائيلية دخول المتظاهرين داخل المبنى الأحداث المتتالية وما أعقبتها من إجراءات استفزازية في الأوينة الأخيرة فجرت أزمة في العلاقات بين مصر وإسرائيل التي تجمعهما معاهدة سلام منذ عام 1979 علم طيرة العربية